عايز اتكلم معاك عن مجلتين اتكلمنا عنهم ودول اعتقد موجودين في صحافة المساجين ارض الهداية مظبوط وصوت التائب كانوا تجربتين هما اللي بدأوا صحافة المساجين مختلفين جدا لانه اولا بنكتشف ان في مطبعة كاملة في سجن تورا لكن هما بدأوا ازاي بدأوا بتلات الاف نسخة بيكتبوها بخط اليد يعني اعتبر انه قدر نقول انه كان فيه مرسلين في السجن يعني فيه سجين في عمبر واحد بيجيب اخبار العمبر وسجين في عمبر اثنين بيجيب اخبار العمبر وهكذا وبعدين رسام كان بيوقف المسجون تحت الشباك ويرسموا غلاف المجلة وكل عدد يغيروا المسجون بغلاف جديد فكان فيه صحافة في حدود ضيئة جدا من الامكانيات لكن قدموا صحافة كبيرة صحافة كبيرة على مستوى الجودة وفيها تنوع كبير المحتوى للعنوانين دول اعتقد انه كان محتوى مختلف اه طبعا حتى العنوان نفس يعني اسمين العنوان مؤثر يعني ارض الهداية كسجن الوقت احنا بنسميها مراكز تأهيل ربما هما ادركوا ده من البداية صوت التائب يعني اسمي مؤثرة جدا بجد طبعا الاسماء نفسها في اختيار زاكي طبعا الحاجة التانية اللي كان بالنسبة لي مختلفة قدي استعاب الزباط نفسهم طبعا للتجربة صحيح بنلاقي ملازم اول بيساهم في التجربة